اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة اربعة ومحبتش اعيد تصوير تاني الخلطة دي جميلة جدا جدا من بتفرق في اي محشة انا بعمل اول حاجة عندي حاولي كوباية صغيرة من الزيت عليهم علاقتين كبار من السمنة البلدي سمنة بلدي جماعة او اي سمنة تتفضليها بس انا بحب طبعا علاقتين كبار كده سمنة بلدي مع الزيت بتاعي بيطاع عمله بيخليلي راحة المحشة اخر الدنيا يا دوبك السمنة تسيح معايا ورحتها تطلع ابدأ انزب البصل بتاعي طبعا زي ما بقول لكم انا بعمل كمية كبيرة شوية فانا بقطع الكمية البصل يا جماعة كل ما يبقى البصل كتير فخلطة القرم او المنبر بيفرق معاك جدا 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 انا هنا حوالي معايا مثلا هنقول كله بصل مفروم باخد يعني هنقول ثلاثة ربع واسيبه الربع تمام باخد ثلاثة ربعه بقلبه كده بدبله خالص في السمنة والزيت بتاعي وبخلي الربع بتاعي الباقي اعمل بايه عندي كمون معايا كبيرة كمون معايا كبيرة كوزبرة معايا كبيرة مالح معايا كبيرة سكر معايا صغيرة فلفل اسود ومعايا صغيرة نعناع نشف ان عنايا جماعة حلو جدا جدا بيحلي رحت المحش تجيب اخر الدنيا ومعا السكر عشان حمودة الطماطم حلو جدا والغازات باول انتفخات اللي بيعملها المحشة طبعا كله نعرفي بقلب كده التوابل بتاعتي بباط ان شاء الله ما قدرت توقف صندوق الوصف اخد حوالي معلقتين كده على البصل بتاعي عندي طوم مفروم هاخد برضه حوالي معلقتين صغيرين يعني هنقول لعشرة فصصتهم هنقلبهم كويس جدا جدا بقى تبدأ تدبليهم كده بايدك او بالمعلقة الخطوة دي جماعة بتفرق في طعم المحش جدا جدا بقاول اللي هجيب لي رحت المحش من الاخر وطعم جنان عندي طماطم مبشورة عندي جزر مبشور وعندي فلفل مبشور برضه او ممكن تضربهم في الكبه انا ضربهم كده في الكبه الجزر ضربه في الكبه والطماطم والفلفل ده فلفل اخضر يا معل فلفل احمد بجد التلاتة دولت يعني بصوا بقى انت سبقى اي خلطة محش انت عملتها قبل كده وبتستغربش الجزر في ناس كتير لما بيسألوني المحش بتاعته حلوة طعمه حلوة انت بتعملي في ايه بقولهم جزر فبيستغربوا وبيبعدوا بقولهم والله العظيم جربوها بس وهتدعو لي بيخلي طعم المحش مسكر وحلو وريحته هيلة وتحس فيه بتسكرة حلوة كده لا بجد 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 بيفرق في اي محش انا بعمله بحب جدا خصوصا يا جماعة المنبار جربت كده خلطة المنبار اللي انت متعود عليها ضفلها بس الجزر بتفرق جدا جدا طعم ولون وريحة وحاجة كده اخر جمال انا اول ما جربتها جربتها في المنبار لما لقيتها يجبتني جربتها في كل محش بجد بتفرق معي جدا بس بتبان اكتر في المنبار زي ما احنا شايفين ضفت الفلفل على الطماطم على البصل على التوابل بتاعتي وقلبت كويس جدا اقلبهم بصوا تقليبة تماما قلبنا كويس جدا جدا ونسيبهم على جنب ونريجي على البصل بتاعتنا اهم حاجة بس يتقلبي او تدبليهم كده بيديك جامد جدا كلما تدبليهم كلما الميا بتاعتهم تنزل وياخدوا من طعمه بعض ودي التخديعة بتاع المحش يا جماعة بالجد الجربي هتفرق معي جدا نيجي هنا بقل البصل بتاعي البصل بتاعي يدوبك دبل هنزل شوية من التوابل بتاعتي مش التوابل كلها حوالي بعضو مع علاقتين من التوابل قلبنا جماعة توابل في بعض ملح سكر فلفل اسود نعناع كمون وقصبر نقلب كده البصل بتاعي الدبل حابة انت تضوش بابرك او اي توابل تانية انت انت حابها دي التوابل اللي انا بحب اضفها على المحش البصل بتاعي الدبل زي كده هنزل بقى بالصلصة بتاعتي اديكت صلصة انا يعني عملها من مبارح كده سوتها بس قلت ايه بكن شوالله السلصة طماطم بقى حملة وحلوة وكنتنا معمل بكرة شوية تمحشي ضفت السلصة بتاعتي يعني السلصة جاهزة بس من غير اي اضافات يضبك طماطم اتعصرت وتصفت وتسوت كده من غير اي حاجة هسابها بس تاخد غلوة مع بعضها اول ما خدت غلوة مع بعضها زي كده شايفين مشوال الله السلصة بتاعتي كله طبعا ما طماطم بتاعك تبقى حملة وحلوة كده بتخلي المحشة حتى لونه يفتح النفس حلوة جدا هنزل بقى شفتوا التخديعة اللي احنا عملناها مش هتنزلي بها كله لأ برضو نصها تمام اللي اخواتي وضي يا جماعة بجاد بتفق في المحش جدا 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 هنزل بس بنص التخديعة مشو اكتر هاخدها تقليبة كده وهحط بقية التوابل بتاعتي شايفين التوابل اللي انا سبتها بقية التوابل وزودت كمان معلقة صغيرة من الصقة يعني كونا ضعيفين معلقة كده من الاول والوقت يبقى معلقة صغيرة عشان بقى دورت عدل حموضة طماطم تبقى المحش بسكة معي وحلو محسش خالص بحموضة طماطم بقى ويتعب للقوالون وانتفاقات وغازات واشتغالات بقى بتاع المحش اللي بيعملها دي الغلوة واحدة بس وهطفي شايفين بشوالله القوالبتح حاولونا هايل جدا لكنها بقى على جنب هيجيلها خطوة تانية زي ما احنا شفين يا جماعة اكتشفت طبعا ان الكاميرا فصلة والحمد لله زي العادة انا هيدوبك هنا قلبت روز بتاع روزي طبعا مصري بيخصول كويس جدا ومتصفي والخضرة بتاعتي عبارة عن شبعة الكزبرة لو حابت ضفي بقى دونس انت ورحتك بقلبهم كده على بعض بقيت بقى التخديع اللي احنا عملينها للوحش بقى ضف راهن يعني انا ضفت جزء في الصلصة خدت غلوة والجزء التاني بضيفه كده على البارد تمام؟ حلوة جدا بقى وشمي احلى ريحة ويعني وسط طعم كده احلى طعم من المحشوب جدا هيفر معاك جدا 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 شايف اللون ورز بتاعي حلوة جدا انا قلبته كده طبعا الخضرة بتاعتك انت حبة قطرية حبة تقليليها بس هي نسبة وتنسبة لها كده حلوة او انا مش عايزة برض الخلطة بتاعتي تبقى خضرة واللونها مش حلو عشان ايه؟ طبعا المنبار بتاعي بيبقاش لونه اخضر كده لان عايزها لونه احمر حلوة فحاولي ما تقطرش الخضرة بتاعتك تمام؟ والصلصة بتاعتك انت بقى ما شاء الله اللون بتاعي حلوة جدا نبدأ بقى نحش المنبار بتاعنا طبعا المنبار بتاعنا مخصول ومنقع راحته زي الفل ببدأ حشي زي كده بامسكه كده ما بين صبعين زي ما احنا شايفين بافتحه كده زي جراب كده ولا حاجة بامسكه وبعد برز بالايد التانية وخلي بالك طبعا ما بتمليهوش ايه عشان ما يفرقاش منك تخلي بص الصابع مهوي معاك جدا جدا خلي بالك لو مليتيه اكبر من الحجمة طبعا درز ناية ناية لا خد غلوة ولا تشريحة ولا اي حاجة ناية خالص يدورك بس تغسل وتصفى كويس ده كل اللي انا عملته في الرز فما تمليهوش اوي عشان ايه انو يستوي براحته وينو ميفرقاش معاك حلو جدا يعني حاول انه يبصي انك بعد ما تعب الرز تروح بايدك كده علي رايحة جاي وتساوي الرز فيه يبقى كده كل ايه يعني متقاش حته علي مثلا وحيته واطي او حيته فرز وحيته فاضي يبقى كله فرز ويبقى ممسوح كده معاك تمام زي ما واضح كده يبقى كده عايز قمعة او عايز بصر غلبة بس ده وسع جدا برضو فانمسهل معاك بصراح فبصرا بصراح كده حشيته زي ما واضح بديمسي كده بس ما بين صابعك كده وتعبي سهل جدا طبعا عندي في الوقت ده مية بتغلي لازم المية تغلي يا جماعة طبعا القامير بتفصل الزكرة عندي ممثال او الحمد لله فكل شوية تلاقو القامير بتفصل مني المية جماعة كد بتغلي خالص خالص ما فياش اي اضافات بنزل بالممبار كده واحدة واحدة ضرور جدا من المية تغلي اول من المية تغلي وتنزلي بالممبار بيقفل معاك فما تقلي ايش من خطط انو ينزل رز او حاجة شايفين اول ما نزل مقارد بس ما نزل في المية المغلية اهم حاجة تبقى مية مغلية سخنة جدا 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 وتنزل بالممبار بتاعيك ما تقلي ايش بقى هو هي افل واحدة عندي بقى نص بصلة عندي حيطة صغرية من القرفة الخشب تلاتة اربعة ورقات من اللورة فصن قرفة فصن حبها القصدي فصن مستكة اهم فالكوبة بصيني اي من الكهت بقى انت حبت ضفيها للشربة بتاعتك اشربة من الفلفل الاسود حوالي ربع معلقة صغرية الفلفل اسود ونقلب كده مش هنضيف الملح الوقت يا جماعة ياخد بس غلوة واثنين وابداء اضيف الملح بتاعي هنا بعد ربع ساعة يا جمال طبعا الامبيبرة بتاعتي بتشطب فالنار هادية وطبعا النار هادية فتحسوا انه يعني طلع رز شوية طبعا المباركة ما بيتصاب على نار عليه مش نار هادية ابدا بس الامبيبرة بتخلص والحمد لله فماشي الحال تمام ضفت هنا الملح بعد ربع ساعة ضفت الملح هياخده كمان حوالي ربع ساعة يعني غلوتين كده غلوتين وهضيف الملح وبعدين غلوتين شايفين بشوقه بس بالشركة وماشاء الله دايب جدا ابدأ ان تشله بقى وحمره هاد حمار يبقى في الزيت واحلى خلطة مبارا واحلى طريقة مبارا هتعمليه حمارنا في الزيت واده الشكل النهائي بتاعه ان شاء الله يعجبكم جدا اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته